قال رئيس الإيراني إبراهيم ريسي أنه في مواجهة تهديدات الولايات المتحدة لطالما قاومت فانزويل العقوبات والتهديدات وصمدت في الأوقات الصعبة مما يثبت أنه من خلال المقاومة العنيدة يمكن إجبار العدو على التراجع وفي العقود القليلة الماضية فردت عقوبات وتهديدات من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ضد إيران لكن إيران رأت أن هذه العقوبات فرصة للبلاد كي تتقدم فذكر خلال الاجتماع أن الولايات المتحدة اعترم لسياسة الضغط الأقصى على إيران وهو انتصار إيران على الولايات المتحدة كانت السياسة الخارجية الإيرانية قائمة على دوام على الألعقات مع دول المستقلة فقد أظهرت فانزويل مقاومة نموذجية لتحتدات وعقوبات العدو والمريالية وتوقيع وثقة التعاون لمدة 20 عاما بين البلدين هي تعبير عن إدارة كبار المسؤولين في البلدين لتطوير الألعقات في مختلف المجالات وأشرى ما دور إلى أن إيران يمكن أن تتطلع إلى التعاون المستقبلي مع فانزويل وكل البلدين لديهم إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات الطاقة والبترو كيمويات والزراعة وغيرها من المجالات وأشدد على أن العالم المستقبلي يجب أن يكون عالما يسوده المساواة والعدالة ويجب على الجميع محاربة الإمبريالية ويعكس توقيع وثيقة التعاون لمدة 20 عاما استعداد الحكومتين لتطوير العلاقات وأنه يجب على إيران وفانزويل أن تعمل في بناء المستقبلي بشكل مشترك ترجمة نانسي قنع